السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبابكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد بخار إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ديالي حول تشتركوا وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد القناة وشكرا الفيديو ديال اليوم غد يكون حول استدعاء الجهاز الامتحان الوطني 2020 إلا توضيحات مهمة سأقدمها لكم بخصوص كيفية الحصول على استدعاء الجهاز الامتحان الوطني 2020 إلا الفيديو دائما برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري إلا استدعاء الجهاز الامتحان الوطني إلا في غالب الأحيان توزع استدعاءات الجهاز الامتحان الوطني خلال الأسبوع الأخير قبل موعد إجرائه إلا هذه الاستدعاءات دائما كتوزع في الأسبوع الأخير قبل من النهار ديال الامتحان إلا أنتم عندكم في الأول ديال اليوليوز الامتحان في الآخر ديال شهر ستا في الآخر ديال شهر يونيو سأوزع لكم هذه الاستدعاءات ولكن فين سأوزعوها وشنا هي الكيفية اللي سأوزعو بها هاتشي اللي سأعرفو في هذا الفيديو بقوا معايا إلا في الغالب ديال الأحيان كتوزع في الأسبوع الأخر لذلك يجب التركيز حاليا على المراجعة والتحضير الجيد للمتحان إلا حاليا حاول تراجع وتحضر مزيان هذا المتحان وما تفكرش في المسائل الأخرى ما تفكرش في الاستدعاء ما تفكرش في المكان اللي غدوز فيه المتحان فكر فقط في التحضير والمراجعة لهذا المتحان لكن إلا كيفية الحصول على استدعاء الجياز المتحان الوطني 2020 إذن سيتم إخبار التلاميذ والتلميذات بكل وسائل ممكنة من أهمها البريد الإلكتروني تعليم .MA الخاص بكل تلميذ وتلميذة وللتذكير فإن الولوج إلى البريد الإلكتروني تعليم .MA يتعين على المترشح إدخال اسم الولوج المكون من رمز ماسار كود ماسار على مسطحة www.ma وذلك بإدخال حساب كود ماسار أروباس تعليم والقن السري أي الرمز السري الخاص بكل تلميذ ثانيا الوسيلة الممكنة الثانية هي موقع الوزارة www.man.gov.ma والوسيلة الثالثة والآخرة من خلال مواقع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى غير ذلك من المواقع الإلكترونية إذن هدوهما ثلاثة دي الاحتمالات اللي ممكن تصيفت لكم الوزارة فيها هدى الاستدعاء للجياز امتحال وطني باكالوريا 2020 إذن كما قلت لكم في الأول حاليا حاولوا تراجعوا حاولوا تحضروا جيدا لهذا الامتحان ما تفكروش هدو الجوانب ما تفكروش في المكان اللي غدو زي في الامتحان ما تفكروش في استدعاء ديالجياز الامتحان فقاش غادي يكون وكيفاش غادي يعطيوه لنا هدو ثلاثة دي الاحتمالات الواردة وفقط لأنه حال هذي كانت تتمرر هاد الاستدعاءات كل واحد كيمشي المؤسسة دياله كيجيب استدعاء دياله كيكون في هاد الاستدعاء يوم الامتحان المواد الامتحان توقيت مواد الامتحان كذلك قاعة الامتحان رقم الامتحان والمكان ديال الامتحان إذن مصدر هذه المعلومات هو السيد محمد أدردور مدير الأكاديمية الجهوية لجهة الرباد سالة القنيطرة خلال لقائه مع قناة الأولى المغربية إذن من خلال وحد اللقاء أجراه السيد محمد أدردور مع وحد الموديعة ديال قناة الأولى قال هاد المسائل هذه قال بأنه سيتم إخبار التلميذات والتلاميذ بكل وسائل ممكنة من بينها البلد الإلكتروني تعليم بينها موقع الوزارة كذلك مواقع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذن هاتشيلي كان عندي فهد الفيديو شكرا لكم على المتابعة كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة